موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين مجموعة آيات أتسلوها على مسامعكم فإنها تتضمن فكرة مهمة محور الحديث سيكون عن هذه الآيات الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم وقال يا قومي لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحب الناصحين ولكن لا تحبون الناصحين هذه آية آية أخرى تقول قل يا قومي عملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وفي سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا في سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين في سورة الروم أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده وَيُخَوُّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَدْ في سورة يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين في سورة مريم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية أيها الأحبة أيها الأصدقاء كلكم سادة المعرفة وأساتذة جيل صاعد في هذا البلد الحديث عن الصراء بين الخير والشر حديث أزلي منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى البشر بشيطان هو رب العالمين هو الذي في واقع الحال مكنه على أن يخوض هذه المعركة وإلا رب العالمين كان يمكن للشيطان أن يهلكه وينتهي كل شيء ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق شيء اسمه تحدي وصراع وتجاذب واندفاع وتدافع فشيطان طلب منه بعض الإمكانيات الله أعطاه لك هذه الإمكانيات أن أجعلك من الخالدين أمكنك من الوسوسة كل هذه الله أعطاها كأسلحة للشيطان أن يقوم بمعركته هذه ولكن راهن رب العالمين راهن على أن هذا البشر الذي خلقته ووضعت فيه مجموعة قوى منها العقل منها الفطرة السليمة التركيز على الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها الله راهن على هذه القضايا أنه أنت لا تستطيع ولن تستطيع على أحد من خلق إن كانوا ماذا إن كانوا يستعملون هذه القوى وبدت المعركة بدت المعركة أول ضحية من ضحايا هذه المعركة هو آدم نفسه أخرجه الله سبحانه وتعالى من الجنة بالحوار الذي حصل وبالصراع الذي انتهى والجولة الأخرى مع أولاد آدم قابيل يقتل أخاه هابيل وإلى يومكم هذا صراع بين الحق والباطل بين الخير والشار بين الصح والغلط بين الفضيلة والرذيلة فكل ما يكون من جملة الصفات والمزايا الشيطانية والمتسافلة في قبالها الصفات ومزايا الرحمانية السامية هذا الصراع موجود ونحن لا نستطيع أن نغض النظر ونقول لا نحن بخير والأوضاع بخير أبدا القضية ليست هكذا وإنما المسألة مسألة مستمرة وهذا الصراع لما نقول صراع لما نقول هناك حرب يتبادل الذين أنه صراع بلون معين لا ليس الأمر كذلك الصراع له أشكاله المختلفة تارت أن يكون صراع عسكري دموي مواجهة وهذا اللي طول التاريخ كان موجود وهو الصبغة الأساسية باعتبار أن القوى حسب تعبيرنا تحسم معركتها بمن بالمواجهة العسكرية الدموية التصفي الجسدية وهي حسب تعبيرنا النوع الأبرز ولكن هناك صراعات أو أشكال للصراع بمساليب مختلفة الصراع الاقتصادي وتعرفون أنتو قريش حاولت أن تمارس هذا الصراع الاقتصادي في عزل الرسول صلى الله عليه وآله مع أصحابه وأهل بيته حتى النساء خديجة الكبرى في شعب أبي طالب ممنوع يتعاطون معهم ممنوع يوصلون لهم كذا حصار اقتصادي عنيف جدا حتى أنه ذهب ضحايا كثير من هذا الصراع واليوم أيضا هذا الصراع موجود شوف أنه الدول اللي ما تمشي بالطريقة اللي تريدها الدول العظمى شي سأولها أكو هناك شيء اسم عقوبات اقتصادية أنه ممنوع تبيعولهم ممنوع تشترولهم فلان سلعة ممنوعة هذا ضمن صراع ضمن صراع اقتصادي والآن لا يقل عن الصراع العسكري يعني الصراع الاقتصادي قد يكون صراعا حربه حرب ماذا وإن كان بطيئا ولكن يضرب البناء التحتي للمجتمع وفي النهاية يقلب الرأي العام على السلطة اللي يحاكم وعموما يحصلون اللي يردون هذا شكل أشكال الصراع أكو هناك صراع اجتماعي الصراع الاجتماعي أيضا هذا موجود في أنه شوف الصالحين الناس الطيبين الناس أهل الرسالة أهل الدين ينبذون بطريقة أو بأخرى يعطون تعليمات أنه فلان لا تخلي يدخل الجامعة فلان لا تخلي مثلا كذا يدخل جايب درجة جيدة معدل جيد ما يصعد ما تشفتون في النظام السابق لأنه ابن عم أخه ما أدري زوجته معدوم فلذلك هو ممنوع من أن يصل إلى المعاهد العلمية ويستفيد من إمكانيات البلد لأنه لابد أن يعزل لابد أن يحارب لأنه ضمن جماعة أو ضمن كتلة معينة لا يراد لها أن تتمتع بإمكانيات اجتماعية سواء كانت علمية أو كانت اقتصادية أو كانت على أي حال ترفيهية أو اقتصادية اللي يشوفون بعض الأحيان هذا الصراع يصل إلى حد أن العشيرة تأطي بيان أن فلان شنو مولانا مطرود من العشيرة هذا الصراع اجتماعي وجه آخر من وجوه الصراع هو الصراع الثقافي والفكري وهو في واقع الحال الآن نحن نعيشه بأكمل صورة صراع الفكري والثقافي يحاول جهد إمكانهم بطريقة أو بأخرى يغير نمط تفكير الناس يغير النمط فهم الناس للقضايا يعني سلم الأولويات حسب تعبيرنا تتغير يعني أنا سلم الأولويات بالنسبة اللي كان في مثل قبل أربعين سنة سلم الأولويات عندي أنه ابني يطلع ولد مصلي وصائم أليس كذلك؟ أن ابني صايم وصلي وبعيد عن الفساد وبعيد عن الأحزاب اللي جر إلى الفساد ولذلك كنا نحافظ بطريقة آبائنا كانوا يحافظهم بطريقة أو بأخرى على أن أولادهم ليكونوا غير مصليين وغير صائمين هذا سلم أولوياتنا كانت عندنا الآن سلم الأولويات تتغير أهم شيء عند الأب أهم شيء عند الأب أنه ابنه يكون فيه رفاهية هالرفاهية جيدة ممتازة ولكن هل لابد أن تكون هذه الرفاهية في سلم الأولويات ولو على حساب الدين ولو على حساب العقيدة ولو على حساب الفضيلة والنزاهة يقول له ما يخالب بابه روح ادخل واخذ المقاولة أي طريقة أنطرة شوي طريقة التفكير طريقة بدت تختلف حتى الفتيات يحاولوا يعني العدو يحاول أن يزرق فيهم بعض الأفكار اللي في واقع الحال تصبح قضية الحجاب منقصة وعار وعيب فالبنت المحجبة لا بد أن تستحي والبنت المتبرجة لو بد أن تفتخر ليش؟ لأن هذه حداثوية وهي رجعية شلون تغيرت؟ شلون صارت؟ بلا أشكال هي ليست في يوم وليلة يعني هي خضية تدريجية جداً بطيئة التي تسمى بالحرب الناعمة الحرب الناعمة شنو معناتها؟ يعني بشكل تدريجي وسلس بعد فترة طويلة شوف نفسك أنك أنت تحمل أفكار أنت نفسك تستغرب عجيبة شون صارت هذه الفكرة عندي هي مهمة في حين هذه الفكرة بحسب النظام الديني بحسب التعاليم الدينية هذه لا بد أن تكون آخر شيء الدنيا آخر شيء آخر مرتبة مراتب التفكير عند المؤمن أو أول شيء سؤال واضح الدنيا يشوف في القرآن وفي الروايات وفي الأحاديث أن الدنيا آخر ما يمكن أن يفكر فيه الإنسان ليش؟ ليه تقول يا بالدنيا له لعبه تفاخره تكاثر مهجله لا هذه الآيات والرواية تقول يا بهذا الدنيا عليه حال معبر ومو مستقار وما إلى ذلك لا تغرنكم ولكن شوف القضية الله الآن تغيرت بشكل كبير جدا فالصراع الفكري والحرب الفكرية والثقافية في واقع الحال أعطت وجها جديدا لنمط التفكير للجيل الموجود وهذا خطر جدا جدا أصعب وأخطر من المواجهة العسكرية التي يمكن إنسان أن يقتل برصاصة أو يقتل بتفجير في الدفاع عن وطنة في الدفاع عن هويته في الدفاع عن شرف ولكن شاب أن يعيش يوميا يوميا يعيش هو يتلقى جرعات جرعات تجعله شيئا فشيئا شيئا فشيئا كالشخص المقتول بالرصاصة يعني وجوده شنو؟ لا أثر شاب مهلهل شاب ضعيف في الإرادة شاب مهزوز المخدرات تاخذ من جانب وآخر علاقات العاطفية ما أخذ كل همته ووضعه ما أعرف الأمور الأخرى جعلت منه شخصا هزيلا هذا يمكن هالشكل شاب بأبسط الوسائل أن شنو؟ أن يجير ويهجن وما إلى ذلك ففي واقع الحال كما في الروايات وفي الآيات الكريمة أن هذه القضية أخطر من الحالة الأولى اللي هي الصراع العسكري الدموي شكل آخر من الصراع هو الصراع الأخلاقي والسلوكي القيمي هذا الآن شوفوا أنتم أنه بعض القيم الأخلاقية يحاول العدو أن ماذا؟ يركز عليها في ضربها قيمة الشرف تصبح شنو؟ لا قيمة النزاهة يعتبروها شنو؟ فشل واحد نزيه يقول هذا موظف فاشل مدير عام ما مستفيد ما مستفيد ممن ما مستفيد؟ رواتب ومخصصاته موجودة بس ما مستفيد ممن مما يجري تحته من كذا وكذا في اعتبرون الرجل شنو؟ فاشل في حين هو أنجح الناجحين إذا أردنا أن نقيم ضمن الضوابط القيمية ولكن غيرت القضاء يا أخواني أصبحت المسائل ماذا شفتوا في مقضع معين؟ مقضع واحد من هؤلاء المتحدثين طلع يقول الآن الأب اللي ياخذ رشوة يفتخر أمام أولاده وعشيرته أنه محصل مليون دولار وأولادهم يصفقوا له بابا رح يطلعنا يشترينا كذا صارت القضية السرقة والنهب والرشوة والسلب وعلي حال ابتزاز صارت من المفاخر في مجتمعنا طبعا مجتمعنا أتكلم عن الشريحة التي هي مبتلات بهذا الأمر طبيعة الحال هي القضية ليست قضية رشوة وعدم نزاهة لكل شرائح المجتمع لا أنا كرجل دين غير مبتلى بهذه الأمور بس مبتلى بأمور أخرى مبتلى بأمور أخرى يعني كل واحد مبتلى بما هو ضمن وضع الخاص ربة البيت أيضا مبتلات ببعض القيم أن تغادرها بطريقة وأخرى أنه ما لازم ربة البيت تكون بالطريقة اللي كانت أو ضمن تعاليم الإسلام لا لازم ضمن هذا التوجيه اللي يتوجهها المسلسلات الطويلة مسلسلات الطويلة أحنا كنا ما أدري تذكرون بالسبعينيات أو بالثمانينات مسلسلة ثلاثين حلقة هواية طويلة الآن مئة وخمسين مئتين حلقة شنو هذه ليش هالتطويل في الحلقات شنو تركيز لفكر معينة حتى يصلوا إلى نتائج ووصلوا في كثير من أحيان وصلوا فهذا الصراع إخواني الكرام صراع له أشكال المختلفة ونحن لا بد أن نلتفت على أنه لم يكن صراعا أحادي الشكل وأحادي وسيلة هذا الأمر الأول الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه أو أنوه إليه ونتباحثه في هذه الجلسة المباركة هي في واقع الحال من خلال التجربة التاريخية والعملية أنه لا بد من العمل يعني لا ينبغي لنا بأي نحو من النحاء أن نجلس كمتفرجين الجلوس كمتفرجين يعني أنت ضحية ته باعتبار أن هناك حركة من الطرف الآخر هذه الحركة مستمرة حركة مستمرة كما في رواية وردت أنه هكذا أنه إذا نمتم شنو لم يناموا عنكم بس تناموا بس تناموا بس ينامون وقاعدين وتغفل ذاك شنو حذر فأن نتصور أنه يا جماعة خلاص الحمد لله داعش راح وكذا يلا أبدا داعش بأشكال المختلفة الفكر الداعشي بأشكال المختلفة بأنماط المختلفة فأن نجلس نقول خوة الحمد لله ماكو شي وأنا أدرس وذاك طالب وهذه أستاذة وانتهى لا قضية قضية في واقع الحال مستمرة فإذا غفلنا سنستغفل ونفاجأ ونضرب شوفوا آيات كريمة وأنا ماريد واقع الحال أرجع لكل آيات أتكلم عنها وحدة واحدة ولكن آيات كريمة تقول أنه خذوا حذركم خذوا حذركم مو فقط في المواجهة العسكرية لا في مواجهة العدو اللي قلنا موجود بكل أشكاله أن نأخذ حذرنا في كل لحظة لحظة في كل مقالة نقرأها في كل فكرة نسمعها في كل مقطع ينشر شنو هذا ماذا يراد من هذا المقطع ماذا يراد من هذا البوست اللي ينشر على الصفحات شنو ما المقصود منه الإنسان النبه في واقع الحال مسؤولية أن يكون ماذا عامل والنوم والغفلة والتغافل هو في الواقع نوع من الاستسلام ورفع اليد أمام العدو الأمر الآخر الذي أريد أشير إليه بسرعة في واقع الحال أن الآليات السابقة في عملية الصراع هي آليات قد لا تجدي في كثير من الأحيان كانت عندنا آليات ولا زالت طبعا هالآليات موجودة أنا لا أريد أن أنقص من شأنها أبدا لا يسمعني المستمع ويشاهدني المشاهد أنه السيد يريد يضرب هالآليات أبدا أبدا آليات اللي كانت سابقا مقدسة محترمة لها أثرها وتدعم وتوجه وفي الواقع الحال تطور ولكن لا يعني أنه نبقى على هذه الآليات القديمة اللي أقصدها مثل المنبر منبر آلية من آليات الوعي وزرع الثقة في الناس والوعي الديني وعلي حال أخلاقي والقيمي منبر مقدس ومنبر مطلوب والمنابر في الواقع منابر مهمة لا بد من دعمها وتوجيه الناس إليها وتطويرها ولكن لم تكن الآليات هذه هي السبيل الوحيد البقاء على هذه الآليات يعني نوع من نوع من الجمود والعدو هو يبحث عن آليات مختلفة وطرق متعددة ووسائل ما شاء الله وإحنا نبقى على حسب تعبير الواحد يقول نبقى على آلية السيف في الصراع العسكري آلية السيف باب راحت آلية السيف الآن صواريخ عامرة القارات ليزر ما ليزر أسلح الليزرية هذه بعد مو مالة السيف وكلاشون كوف وكذا فكما أنه في الصراع العسكري هناك تطور كبير في آليات المواجهة هناك تطور كبير في آليات الصراع الثقافي والفكري موجودة المواقع التواصل اللي هي في واقع الحال في كثير من الأحيان هي مفيدة جدا وأثرت في تطوير البحوث والدراسات والآليات للعمل ولكن سيف ذو حدين هو واضح كما أن هذه وسائل التواصل وصفحات الكذا هذه وين كانت هي في جانب التنمية جيدة ولكن في جانب التخريب كان لها الكأس المعلّى يعني كان جدا مؤثرة خصوصا المجتمعات اللي مثل مجتمعاتنا اللي انبهرت وتفاجأت وفترة طويلة ما شايف شيء اسمه الانفتاح وإذا بهم ينفتحون على عالم طويل وعريض والناس ما عدوا لا خلفية ثقافية ولا خلفية دينية بالمعنى الصحيح ففقدوا والآن شوفوا مجتمعنا الآن فقدوا كثير من قيامهم كثير من قضاياهم بسبب هذه وسائل تدرون أنتم مجتمعنا مجتمع ما معروف بالمخدرات أنتم جنابكم تعرفون يعني مجتمع العراقي مو مجتمع مخدرات مجتمع شيء آخر سماريد عبر عنه يعني أمور أخرى كان هو يتعاطاها زايد ومعروف بتلك الأمور أما المخدرات ما كان وإذا كان فشيء جدا بسيط وضعيف ولكن الآن لما تصريح رسمي من وزير الداخلية يقول خمسين بالمئة من شباب العراقيين يتعاطون هذا يعني فشيء مهول جدا 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 مهول شنو اللي صار وشتون وصلوا إلى هذه الحالة مشكلة الشباب في واقع الحال لما يفهموا أنه يمكن أن يستانس يمكن أن يريح باله ويمكن أنه يعيش حالة من الهلوسة يستفيد منها مرة اثنين ثلاثة عشرة بعدين يصير مدمن عليه ومتهالك من أجلها ويعطي الغالي والنفيس في سبيله فأخواني فأخواني الوسائل إذا بقينا عليها والله محاضرة وكتية تذكرون ما أدري بالسبعينات كانت يجيين أشرط شريط مثلا فلان وأي مهم أو بالثمانينات اللي بعد كل شيء ضيق علينا النظام أشرطت مثلا الشيخ الوائل يا الله يرحمه وأشرط كذا نسمعها وإحنا مرتاحين وسائل مهمة جدا كانت فيه توجيه العقائدي والديني والأخلاقي الآن هذا الشيء ما موجود لما جدت الفضائيات وستلايت المؤسسات الدينية في الدول تذكرون هذه السعودية والخليج حرموا وستلايت قالوا هذه أطباق الشيطان على السطوح أطباق الشيطان أطباق الشيطان زين هاي أطباق الشيطان أنطينا فتوى عليها يابل ادخلوا أطباق الشيطان طبعا ما أنطينا المؤسسة الدينية الحوزوية عندنا ما أنطت هاي الشكل فتوى وكمان لم تعطي فتوى بالنسبة للتلفزيونات من جدت التلفزيونات في أواخر الستينات بداية السبعينات للعراق لما جدت التلفزيونات هم صار نفس الشيء الأريل يعني الشيطان على الدور وأي واحد حاط أريل هذا مو خوش آدمي لا هو ولا أهله مو الشكل لما أدري أنا أتذكر بعض الأخوة يمكن يماثلوني في العمر يتذكرون زين هذه الأريل صار الطبق والطبق صار كذا شون تقدر تحارب يلا أنطفت ومن أنا إلى 16 سنة لأن هذا حرام الآن راحت الأطباق صار النيت صار النيت والنيت بعد بعد كم سنة هم لا يحتاج تشترك هي أقبار تبث إلك وإنت على حال تستلم هال إشارات بكل معنى وبكل حيثيات زين هناك شو نسوي يلا نبعد نفتي شنو فتوى شو نسوي شو نسوي الفتوى فلابد من العمل يعني لابد من البحث عن آليات مماثلة بالنسبة إنا مو أنه العدو في واقع الحال يستعمل تلك الآليات أو الوسائل المهد من المجتمع وإحنا نقول ها شو نسوي الله نفتي لو ما نفتي نصع المنبر لو ما نصع المنبر نسوي ندوة لو ما نسوي ندوة هذا مو مو حل يعني لابد من استعمال نفس الوسائل اللي العدوية هو يسوم مسرسلات نحن لازم نسوم مسرسلات يسوم مقاطع يسوم مقاطع يعمل ندوات لابد نسوي ندوات فضائيات نسوي فضائيات أي شيء اللي العدو من خلاله يحاول أن مهرجانات هالمهرجانات اللي يشوفوها نحن لازم نسوي مهرجانات في الجانب الآخر اللي هو في واقع الحال يزرع القيم في الناس أولئك يريدون أن ينزعوا الناس من قيمهم كما ينزع ملابسه على المنصة يخلع ملابسه وملابس الحياة وملابس القيم نحن لازم ننبس الناس القيم والأخلاق بطريقة فنية ومهرجانات حسب تعبيرنا المباشرة ما يفيد القرآن يقول لا تسبوا آلهتهم لا تسبوا آلهتهم فيسبوا الله عدوا بغير علم السب آلهتك وهو هم رح يسب ربك بعد الكلام به الطريقة هذه الآن ما يفيد يا أخواني لعنة الله على فلان سب فلان هذا مو حل تعال كيف تخلق في جيلك وفي مجتمعك وفي جماعتك تخلق أفكار ترفض هذا الوضع جملة وتفصيلها بدون لعن سب شتم تسقيط ما إلى ذلك نعم الانتقاد مطلوب ولكن انتقاد بمن بالتي أحسن شنو بالتي أحسن يلا تفضل شنو بالتي أحسن يعني أن أخلق في واقع الحال جو يماثل ذلك الجو في المواجهة ويعاكسه في الاتجاه ونقدر أنه نحصن شباب نحصن أسرنا أخواني ترى الأسر بدأت تتفتت وهذا اللي تسمعوا بعض الأحيان من مقاطع تنشر عني أنه والله فلان زنت بفلان وفلان مثلا عدها علاقة مع واحد وهي عدها زوج هذه قضايا اللي أذكرها في بعض الأحيان في برامج مباشرة ترى هي مباشرة وأنا ما إلي مجال إلا أن أجاوب وإلا الأمور اللي توصلنا في الواقع بشكل خاص كرسائل فضيع جدا يعني لا يمكن أن تقال في التفتت الأسري في المشاكل الداخلية في الأسرة في الممارسات اللا أخلاقية في الأسرة الواحدة فالشيء مهول جدا بس نحن ما نريد أن نشر القسيل ما نريد هذا قضايا مو صحيح أصلا الله ما يقبل أن تشاع هذه الأمور في الرأي العام حتى تصبح عادية لا خلوها جدا قبيحة والناس لا يفكروا بها أصلا التفكير فيه ما لازم يصير حتى نبقي شيء اسمه هالة هالة مخوفة لهذه القضايا القبيحة لأن إذا إحنا كررنا فلان شي صار فلان شي صار فلان شي صار فلان شي صار الناس يومية يسمعوها مثل فيلم الرعب فيلم الرعب أول مرة تشوفها كل شي مرعوب بس مرة ثانية أقر رعبا مرة العاشرة تضحك وتشوفها مو شكل له لا قضايا المنكرة القضايا الفاسدة القضايا الغلط لا بد أن لا تنقل ولا بد أن لا تقال ولا تركز عليها لأن تفقد ماذا منكريتها قبحها الله يقول لا لا تشيعون الفاحشة بس مو أنه سكتوا قولوا ذكروا الناس بطريقة أو بأخرى حتى الناس ينتبهون الإشاعة أن تكون حالة من الظاهرة هذا ممنوع على أي حال لا بد أن إخواني الأصدقاء أنتم كأساتذة أنتم كواقعا بيدكم جيل كبير سمعت أحد مجموعة من العمداء هنا فيه كليات مختلفة الكلية كم طالب فيه ألف ألفين ثلاث ألف عشر ألف ما أدري ما أعرف ستة ألف زين ستة ألف إنسان ستة ألف شاب أنا شن مسؤوليتي واقع الحال أنظم الحصص أنظم الأساتذة أنظم كذا أو لا بد أن أزرع في هؤلاء الشباب ولو شيء ولو شيء من القيم أنه يا شباب إحنا ترى مسلمين يا شباب أكو شيء اسم أخلاق أكو شيء بر الوالدين احترام الأب احترام الكبير الآن صار احترام الأب بالنسبة لبعض الشباب أصلاً هذا يعتبروه فالشيء تافه الشاب لازم يستقل الشاب لازم يكون هو عنده إرادة خاصة ويوقف أمام والده الشاب اللي يوقف أمام والده ما أدري انتشرت رسالة واي حلوة جميلة لو شوفوها أحد الأخوات من الكويت نشرت تجربتها وأن قريتها أنه شلون بعض المنظمات المجتمع المدني جرتها إلى أن كيف تتمرد على زوجك وكيف تتمرد على القيم الأخلاقية في الأسرة وتنقل تجربتها تقول الآن وقعت في فخ نعم هناك منظمات مجتمع مدني تريد أن تأخذ الشباب إلى المزالق تأخذ الشباب إلى المهالك وتبعد الشباب عن الأسرة عن القيم عن الأخلاق عن المجتمع عن المواطنة وفي النهاية أن تبعد השباب عن شيء أسمه الهوية هويتك ماهو أن يكون ناس لا هوية سامعيهم اللا هوية أقول ل لها أنت شنو يقول لآن اللا أنت ما شنو يعني اللا أنت ما يقول لآن اللا أنت ما شنو أنت اللا أنت ما شنو معناته يجعل لفد مصطلح حسنا لا بد يذكر المصطلح فد وصطلح يجعل له أنسنا أو ما أنسنا شنو الأنسنة أنا أدعو الإنسان كإنسان أدري إنسان كإنسان شنو الحيوان كحيوان شنو معنات الإنسان كإنسان هذه لعب الألفاظ وتغري بعض الشباب المراهق شباب بس يريد يجعل لنفسه وضع خاص مستقيل ينبذ يهين الأستاذ الأستاذ ما يلحق الآن يقول للطالب أنها ملابسك غير مناسبة بسرعة يجيب أبوه عشيرة كذا أنت على أي أساس تتكلم مع ابني وحرية شخصية يجيبون حرية شخصية قيمة حرية شخصية قيمة بس يجيبوها شنو يستفيدوا منها في مجال غير مجاله وهذه إخواني ترى ما تجي اعتباطا هاي تجي بالتلقين بالتوجيه حتى الأب يدافع عن ابنه وإن كان على غلط فالجلوس على التل لا يجيب السلام أصلا وإذا سمعنا يوم الأيام أن الجلوس على التل أسلم ترى ماكو أسلم وذاكش قال الأكل معا كذا أتسم والكذا معا كذا أتام والوقوف على هذا ماكو القرآن الكريم عنده تعبير حلو ما أدري هذا التعبير مارع عليكم بس تطبيقه قد ما مارع عليكم هذا التطبيق اللي أدري أطبقه في القرآن أكو شيء لطيف يقول مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث أريد أطبق هنا شقول أن العدو لن يتركنا إن تركته يلهث وإن شنو مولانا وإن واجهته يلهث فلنت تصور يوم الأيام أنت تبعد على التل تقول شنو الكلب سيسكت أصلا واقع هذا الآية الكريمة تكلم عن الكفار وعن المنافقين أنه تدير بالكم عليهم أنه لا تتأثرون بمواجهتهم أنتوا امشوا بطريقكم استقيموا مواجهتهم على أي حال لا تصرفوا الوقتكم معاهم في هالأطار الآية بس أقدر أقول أن الآية الكريمة تتكلم على أنه العدو ما يتركنا ولذلك لابد أن نكون على وعي تام وحذر تام ونقعد نقعد هالجلسات أنا ما أحب أن تكون القائية تداول نقعد نسولف أنه يا شباب شنسوي يا أخوان شنسوي شنسوي إحنا عندنا قافلة جاء نمشي صحراء ملغومة كل تجارتنا راح تطير قافلة تجارية خلنا اعتبر قافلة تجارية شبابنا بضاعتنا أسرنا بضاعتنا وبطننا رأس مالنا وطننا الآن ينهب يسلب أولادنا يسلبون شنسوي يلا يقعدون يسولفون لو ما يقعدون يسولفون يسولفون أنه كيف نحافظ على القافلة كيف نحافظ على مواردنا المالية مو ذول الأوروبيين يقعدون جلسات بين فترة وأخرى السوق الأوروبي يقعدون شون يحافظون على السلاء وشون يحافظون على التوازن الاقتصادي عندهم ليش ما نقول نحن نحافظ على التوازن اجتماعي عندنا حافظ على قيمنا اجتماعية على مواطنتنا حتى لا أطيل عليكم وفي واقع الحال أزعجكم بالكلام الكثير أذكر نقطة أخيرة وهي كانوا يقولون ولا زالوا سماذني لا زالوا بس كانوا يقولون أن الإعلام هي السلطة الرابعة مو شلولا كانوا يقولون سلطة تشريعية عندنا سلطة قضائية وسلطة تنفيذية وسلطة الإعلام سلطة الرابعة إخواني الإعلام الآن هو السلطة الأولى بكل معنى الكلمة سلطة تنفيذية الإعلام هو اللي يديرها شون تسوين وش تسوين سلطة تشريعية الإعلام هو اللي يقول فلان شي صوتوا عليه أو لا صوتون عليه فلان لا حتروح لو ما تروح الإعلام صفحات الضغط الإعلامي الأكاذيب شوفوا أنا ما رد أدخل في قضايا سياسية ولا اقتصادية في بلدنا وإشارة هالشكل قضية مشروع معين في بلدنا تعرفوا تلمشروع شنو في جنوب العراق شكيت أخذوا مننا وجابوا مننا أي دولة تجي وكذا المجلس النواب الذي يصوت عليه تجي صفحات تقول هذه الدولة كذا كذا مبتزة ويجبون سوالف حتى ضيعوا فالإعلام هو اللي يقرر الشيء يصوت عليه وما لا يصوت لا يصوت عليه الإعلام هو اللي يوجه القضاء أنه هذا أحكم أو لا تحكم أحكم أو لا تحكم أسكت أو لا تسكت فبات الإعلام قوة كبيرة أساسية صانعة للقوة الثلاث صانعة لل للقوانين وصانعة لل أحكام وصانعة للتنفيذ شنو اللي يسوي شنو شنو شفته في الفترة السابقة أنه سقطت حكومات بسبب توجيه الإعلام دول هذا الربيع العربي من وين يجه قالوا وإلى الآن يقولوا أن الربيع العربي نتاج فيسبوك يعني ثورة فيسبوكية أثرت على توجيه المجتمع بطريقة حتى أسقطوا النظام الموجود أو الأنظمة الأخرى اللي موجودة فالإعلام أيها الأحبة العبدور كبير جدا وبهذا الإعلام الآن شوف أنه بس تتكلم كلمة الله لا يقولها حسب تعبير نحن النجفين الله لا يقولها أنا أعتقد شغلة بسيطة من بعيد اشتغلت الماكنة يطلعون كذا يقطعوا بقطع معين شوفوا هذا كذا يقصد كذا حتى يتوبوني حتى مرة ثانية شنو واقع هالشكل لما شوف المواجهة قوية وال عليه حال والضغط قوي يبدأ الإنسان بالتراجع يقول يا بيش عندي أنا طبعا تجي تهديدات أنا أسكت ولا كذا كل إعلام فتعالوا أيها الأحبة أيها الأصدقاء ما أدري أنتوا كلكم مهندسين وشكل ما بيكون إعلامين ما بيكون كذا ولكن عموما كلنا مؤسسات إعلامية ذكرت يوم الأيام في مكان في أحد المحافظات قلت للجمهور قلت كل واحد منا هو مؤسس إعلامي بيد هذا الجهاز يبث بث مباشر وكذا مؤسسة صار عمليا الدهس يصورها عمليا حريق يصورها يعني يعني يعلم أكو إعلام معين موجود فكيف نجير هذا الإعلام بشكل صحيح لبث الفضائل بث القيم بث المحبة بث السلام يعني كلمة السلام نبهتني على قضية واحد شافني سألني سؤال هو السؤال ما أدري للآن ما كان مطروق قال سيدنا أنا عندي في السؤال الأهل الكريمة تقول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام شن يعني إذا الجاهل يخاطبني والجاهل يواجهني أقول سلام عليكم والله معقولة أقول سلام عليكم شن قوله سلام شن يعني قوله سلام آية تقول وإذا خاطبهم الجاهلون ماذا قالوا سلام لا مو سلام يعني سلام عليكم يعني واجه الجاهل ولكن بأسلوب سليم أسلوب يوجب السلم الأهلي السلم العام لا تقول قولا يوجب ماذا أحسنتم المسادمة والاقتتال الداخلي جاهل خاطبني أقول له سلام أرده برد جميل بعيد عن المشاحنة والصراع والمواجهة هذا معنى لا فنحن مسؤولون أيها الأحبة نحن مخاطبون من قبل الآخرين بخطابات مختلفة بأساليب مختلفة لابد أن نقول سلام وهذا السلام لا بد أن يكون بمؤساء الإعلامية رصينة هادئة حكيمة لها جذور مو أنه من عندياتي مو هي من عندياتي هم صارت مصيبة عندنا كل واحد مشتهد وكل واحد بكيف لا جذور تشريعية دينية تراث ديني أصيل من القرآن والسنة الشريفة حتى يمكن أن ماذا أن نجعل بديلاً مناسباً أمام أجيالنا وأمام شبابنا أطلت كثيراً أنا أعتدر اعتذار وافر نسأل الله صحوه وتعالى أن يوفقنا أن نلتقي ونتدارس أمور الأمة خصوصاً الجيل الشباب الذين هم أمان في أعناقنا جميعاً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين موسيقى 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 اشتركوا في القناة